اشتركوا في القناة سعودية الشقيقة بمشاركة 550 سائقا من 62 دولة وهو اللقب الاول الذي تحققه مملكة البحرين على مستوى الجزيرة العربية حيث تمكن فريق المملكة من الفوز عن جدارة واستحقاق في اول سيارة مطورة ومبنية ذاتيا وجاءت مشاركة المملكة في بطولة رالي دكار بتعاون المشترك مع مملكة اسبانيا الصديقة وقد اعرب جلالة الملك المفدى عن شكره لاعضاء الفريق وهنأهم على هذا الانجاز التاريخي المشرف الذي يضاف الى سجل الانجازات العديدة التي تحققها المملكة في مختلف الرياضات وبشكل خاص رياضة السيارات في كافة المحافل الاقليمية والعالمية منوها جلالته بالمستوى الفني المتميز والاداء التنافسي الذي قدمه متسابق الفريق وبجهود الطاقم الاداري والفني والذي يتوجى بهذا اللقب ورفع اسم المملكة في هذا المحفل الرياضي واضف جلالته ان هذا الانجاز الرياضي يفتح المجال للتعاون في مثل هذه الرياضات المتقدمة واكتساب المزيد من الخبرات متمنيا جلالته لافراد الفريق كل التوفيق في السباقات القادمة ومن جانبه رفع شيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس ادارة الاتحاد البحريني للسيارات اسم ايات الشكر وعظيم التقدير والامتنان والعرفان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله على تشجيع ودعم جلالته الكبير واللا محدود للرياضة والرياضيين في مختلف الالعاب وعلى وجه الخصوص رياضة السيارات والذي اثمر عن تحقيق هذا الانجاز الكبير والكثير من الانجازات الرياضة البحرينية مؤكدا ان توجيهات جلالته السامية الكريمة ودعمه رعاه الله يزيدنا اسرارا وعزيمة لمواصلة العطاء من اجل اعلاء راية الوطن في المشاركات المستقبلية كما تقدم بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكية الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من دعم واهتمام لرياضة السيارات في المملكة عبر متابعته المستمرة وحرصه الدائم للوصول الاهداف المنشودة التي تطمح لها البحرين والذي كان له عظيم الاثر في التطور المستمر لهذه الرياضة في كافة المجالات والحصول على هذا اللقب العالمي الذي رفع اسم البحرين عاليا في هذا المحفل الدولي معربا كذلك عن شكره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة على جهود سموه الدأوبة في النهوض بالقطاع الرياضي وتطوير مختلف الالعاب لحصد المزيد من الالقاب والنتائج المشرفة للمملكة ترجمة نانسي قنقر